اشتركوا في القناة لها بالاسبوع الماضي إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للممتحدة هذه اجتماعات السنوية تعقد في شهر التاسع والعاشر كل سنة الجمعية العامة تقوم بها كل ممثلي الدول ويقوم خطابات أنا لا أتحدث عن خطاب محمد شيعة السودان لأن فيه ما فيه من تناقضات ومصائب والدعاءات لا أولى لها ولا آخر ولا يتسعقد هذا البرنامج أبدا لهذا الكلام لكن سأتحدث في هذه الحلقة عن ما قالوا تبادل حوار أو حديث خلال ما يسمى بالجلسة الحوارية مع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية حضرت السوداني مع مجلس العلاقات الخارجية ممثلين عن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية فتحدث من نقاط كثيرة لكن لا تهمنا بس تحدث من نقطتين من الأساسية التي نتحدث بها الأولى قال وضع دستورنا يتحدث عن ديمقراطية في العراق والعراق بلد ديمقراطي قال وضع دستورنا هو يعرف أن الأمريكاء لمن وضع الدستور فهو يتحدث عن الدستور بهذا قال وضع دستورنا وضع دستورنا الآليات الكفيلة بإجراء التعديل وهو متاح وممكن لمن يرغب بالتعديل وفق المسارات الدستورية يبدو أن حديث صاير عن تظاهرات عن ناس تريد التغيير كذا فقال ليش لا دستور نحن موزيا عليهم أن يغيروه بالآليات الدستورية هذه النقطة الأولى النقطة الثانية وسأنتي عليها النقطة الثانية قال لا نقبل لأي جهة خارجية أن تكون طرفا لأحداث التغيير في كيان العملية السياسية طيب مثلما تعرفون عزيز المشاهدين مثلما يعرف الأمريكان طبعا هو يتحدث معرف وين بالهواء يتحدث إلى ناس لا يعرفون ما حد يسأل تعديل بالدستور العراقي وضعت آلية معقدة شيطانية غريبة عجيبة لا يمكن قبولها آليات شيطانية التعديل المشروط بالمادة 142 القاضية بضرورة موافقة أغلبية ثلثي سكان ثلاث محافظات هذا دستور نتحدث عن دستورة 2005 بشرط لا يمس هذا التعديل حقوق الأقاليم هذا واحد وبعدها يجري استفتاء شعبي وبعد عرض التعديلات الدستورية المقترحة التي يوافق عليها سكان ثلاث محافظات أغلبية سكان ثلاث محافظات طبعا رئيس الجمهورية يرفع طلب وخمس نواب ما عرف ايش يقدم للبرلمان ورئيس البرلمان ومدري مين يوافقون ويرفعون الطلب وهكذا هي الآلية وبعد ذلك يؤدوا الاستفتاء ووراء الاستفتاء يقررون وربما كل هذا ينسف تجي المحكمة الاتحادية تقول يا ابا هذا التعديل غير مقبول لأنه ما عرف شنو وتسقط على المحكمة الاتحادية والمحكمة الاتحادية قادرة عن تفعل ذلك وفعلته في كل شيء في هذا ما تفعله إذن هذه الآليات اللي يقول آليات الكفيلة بإجراءة التعديل وضع دستورنا الآليات هو يعرف أنها آليات عقيمة وشيطانية ولا يمكن تحقيقها كذبة كبيرة هذا الدستور إذا ما أراد العراق أن يعيش ويخرج من هذه المصيبة التي حلت عليه من عام 2003 لحد الآن يجب أن يأتي بهذا الدستور ويشقق ويذبه بسلة المهملات ويكتب دستورا عراقيا جديدا مبنيا على المواطن أو ليس على المكونات وراعي به حقوق المواطن العراقي وشخصية المواطن العراقي وهوية العراق وهوية العراقيين هذا وقع الحال أما دستور يحكي لي على المكونات وفي 50 مادة يحتاج لها قوانين والدستور مطاط والكل يفسر بكيفه والكل يرجع بكيفه ويستخدوه مثل ما يفيدهم وإذا فادهم هو خوش دستور وإذا ما فادهم يمسعهم بالأرض هذا واقع الحال فبالتالي هذه كلبة كبيرة والأمريكان يعرفونها فالحديث عنها معيب لا يمكن قبوله النقطة الثانية قال لا نقبل لأي جهة خارجية أن تكون طرفا لإحداث التغيير في كيان العملية السياسية من هي الجهة الخارجية؟ أمريكا لو إيران أمريكا هي اللي جابت العملية السياسية ومكيف فعلها ولم تخطأ بها وجابتها لتدمير العراق وتخريبه وما وصل إليه العراق هذا هو المخطط الذي أراده مثل التصميم الذي وضعه والآن كل النتائج تصوب في مصلحة أمريكا التي جاءت للإحتلال رادت من هذه أهداف الاحتلال دمرت العراق وضعفته وهجرت أهله ودمرته ومزقت مجتمعه وحولته إلى بلد يعتمد على الآخرين وماكه غير بلد رائعيتي يجي النفط ويصرف الفلوسه وفساد وخراب ودمار هذا لإرادته وهذا ما تريده إيران إيران البلد الآخر هي تريد تدافع عن العملية السياسية من أول يوم لحد الآن لأن حزابها وقواها بها وهي تضعف العراق وهي تريد العراق ضعيفا فمن هو الطرف الخارجي يعني طرفاً لإحداث التغيير هذا الطرف الخارجي أو الجهة الخارجية من هي يعني يجب أن يقول لنا إذا يقصد الشعب العراقي ويعتبره طرف خارجي للشعب العراقي وهو يقصده فهذه كارثة لأن الشعب العراقي الوحيد الذي يريد إسقاط العملية السياسية ونادى بها وثورة التشرين خير برهان ذول الشباب الصغار اللي اقتقتوهم بالشعر اقتقتوا أكثر من ألف وجرحتوا ثلاثين ألف واعتقلتوا آلاف مؤلفة وغيبتوهم هذول كانوا ينادوهم بإسقاط العملية السياسية كلها وإسقاط كل الأحساب ومحاكمتهم وسؤالهم عن الفساد والخراب والقتل والدماء والتخريب هؤلاء هي الجهة الوحيدة هل تعتبر هذه الجهة هي جهة خارجية؟ إذن يعني على رئيس الوزراء الحالي أني أعرف مع من يتحدث يعني هذا الحديث الذي مفهوم للآخرين مفهوم لشعب العراق مفهوم لكل الأطراف التي تعرف العراق سواء إيران سواء أمريكا سواء العالم كل العالم قليمياً ودولياً عربياً عراقي الكل يعرفون شكل الدستور شكل هيبة العراق تغيير الدستور كيف يتم ومن يريد أن يغير العملية السياسية ولماذا يدافعون عن العملية السياسية هؤلاء القوى التي تحكم العملية السياسية الآن لماذا تستقتل على العملية السياسية؟ وصلت بالمالكي يقول أنه أنا أعرف إرهابيين في برلمان وفي الحكومة وكذا لكن ما أقدر أقول عليهم خوفوا على العملية السياسية يخافوا على العملية السياسية والكل يتحدثون العملية السياسية العملية السياسية لا نقبل ولا نقبل إذن مصلحتهم بالعملية السياسية ومصلحت رعاتهم الأمريكان والإيراني في هذه العملية السياسية التي بنيت على المحاصصة وبنيت بأبواب مفتوحة على الفساد والخراب والتدمير والضعف للعراق هذا واقع الحال فبالتالي هذا الحديث لا يساوي شيء حديث مجرد ظاهرة صوتية مثل ما قلنا وتبقى ظاهرة صوتية لأنه لا في العراق لا أنجاز ولا حديث واقعي أترككم أعزائي المشاهدين بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة